اشتركوا في القناة ننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحنة لحيث نلاحظ وجود امتداد مرتفع جوي ضعيف على الدولة وتصاحب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجش عام والتقصح بوجش عام وغائما جزئيا أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعة الليل والصباح الباكر مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية ننتقل معكم مشاهدين لدرجات الحرارة المتوقعة خلال هذا اليوم نلاحظ في المناطق الساحلية درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 25 إلى 33 درجة مئوية والصغرة ما بين 17 إلى 22 درجة مئوية أما بالنسبة للمناطق الداخلية درجات الحرارة العظمى ما بين 26 إلى 36 درجة مئوية والصغرة ما بين 19 إلى 21 درجة مئوية أما بالنسبة للمناطق الجبلية العظمى ما بين 15 إلى 28 درجة مئوية والصغرة ما بين 12 إلى 17 درجة مئوية ولن عزاء المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي حيث يكون خفيف إلى متوسط الموج وكذلك الحال في بحر أمان يكون خفيف إلى متوسط الموج هذا ما لدينا من أخبار الطقس نتمنى لكم أوقات الممتعة